لها أول مرة ياسمينة عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة وسط رحلة طويلة من الألم والواجع بين الحياة والمال أنا كنت بأموت الترى ببعايت لي مسج بيجهزوا له التربة عندي صدمة عاملة كده ورحاتت راسه على راسي كده كان بيعايت وياديني انت فأنا أعمال أعمال له كده مبعرفش أتكلم لقيت معادتي برا بقيت بنا قدمة تانية في حاجة على صدري هنا مش قادرة كل مشكلتي مولادي قلت لأ أخيك كبير خلي بالك من ياسمينة وصير كنت حسة كده حالة ياسمين خطيرة للغاية مش قادرة أصدق إن أنا أساساً قاعدة ببرنامج وأتكلم عن الموضوع ده ادعو لياسمينة عبدالعزيز أنا خلاص مش قادرة كده حابقى مرتاحة إن أنا روح لربنا حابقى مرتاحة ناك أكتر كبوس ده خلاص خلاص الناس كلها دا عيد محدش يعرف عني حاجة وزعر وانا قوية قلبي وجعني على ياسمين لازم أعدل محنة دي أنا ما ينفعش أبقى كده لازم تبقي قوية يا ياسمين في حكاية صادقة بالتفاصيل مهما أنت خبيت مش أنزل من المطار إلا وأنا ياسمين ماشي ياسمين أنا أنا كده بعيتلي كليكي النهار ده هنعيش صباح ده أغني معيها وأخد باور ثلاث حاجات ما بتتشرش بالفلوس الصحة حب الناس اللي احترام هي دي ياسمين اللي أنا عرفها معكم مونة الشزلي الأربعاء الساعة التاسعة مساء على سي بي سي